السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الكرام في كل مكان يا رب تكونوا في خير فيديو اليوم هستعرض معاك واهم عشر افكار بعملهم في مطبخي بيساعدوني جدا على التنظيم والترتيب وتخلص من الكركبة والزحمة اول فكرة معايا وهي لما يكون عندي كمية من البهرات يعني انا خدت اللي انا عايزة مثلا في البرطمانات اللي انا بشتغل بيها بصفة يومية وعندي طبعا كمية زي ما انت شايفين كده اللي هم بارك هتفضل معايا اه هبقى اسحب منها بعد كده بجيب الم اللي هو الماركر ده اول فكرة بكتب على الاكياس علشان ما توشي من يعني ما توشي مني البهرات وبجيب من بتاع البهرات اللي انا بشتري من عنده جردل زي كده بحط فيها البهرات من السنة للسنة سواء هتحطيها في التلاجة او في الفريزر او برا الجردل ده بيساعد على ان هي ما يخشهاش رطوبة وبتبقى معايا زي ما انت شايفة كده طازة اول باول دي كمان لورة مطحونة هحط كل البهرات بتاعتي اللي انا عايزاها بعد ما اكتب عليها الاسامي علشان مش هستخدمها على طول فبالتالي هممكن يعني ايه تتهمني وتاني فكرة معايا هي فكرة استخدام الجردل ده اهم حاجة لو حطتي برا التلاجة او برا الفريزر تحطي في مكان يكون بعيد عن الرطوبة وبكده تكون اول فكرة خلصت معايا تاني فكرة ودي فكرة انا شفتها في ديكور جاهز ما شفتهاش على حالها كده فحبيت ان انا نفزها نفزتها عند واحد من اللي هو بتاع الحديد يعني اي ورشة حدادة هتروحيها كده هتدي له المقاس ده وهو مقاسها عشرة في عشرين وعمل لها القعدة اللي انتوا شايفينها دي بس طبعا علشان انا كنت عاملها من فترة ركنتها فطبعا بفعل الحرارة والرطوبة وكمان الجو مش مساعد فصدت معايا بالشكل ده بس طبعا هنعملها بالصنفرة وهنشيل كل طبقة الصدر اللي عليها قبل ما ندهنها طبعا بحاول ادور على منظمات وعلى ديكورات تلق بيكم وان شاء الله باذن الله الافكار كلها تعجبكم ولو عجبتكم القناة او عجبكم الفيديو او اي فكرة من الافكار اللي انا هقدمها النهاردة ياريت تدعميني بلايك وكمان كمان كم انت حلو ودعو حلو منك وبكده يكون خلصت الصنفرة كلها بالشكل ده هاتني الكيس معايا بقى عشان مش هستهلك الكيس كتير وهبتدي ان انا اجيب اللي هو التكس ده دهان دهبي وهبتدي ادهن القطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده انا ما حبيتش ان انا اعملها بالخشب لانها انا شفتها في الدكور معدن مش خشب لو عايزة تنفيزيها بالخشب ما فيش اي مشكلة خالص بس الافضل والاحسن علشان طبعا نحط عليها حاجات كتير ممكن كمان تستخدميها لتنظيم آآ برطمنات التوابل ممكن كمان تستخدميها كرفق بديل لايكيها بس الفكرة اللي انا عملها اللي النهاردة محتاجة ان انا استخدمها من المعدن وفي نفس الوقت زي ما قلتلك الدكور الجاهز اللي انا شفته كان معمول من المعدن هريشها كلها كده بالدهان بالشكل ده كده وهسيبها تنشف معي طبعا انا بتحكم فيها عن طريق الكيز بلفه كده بتكون سهلة معي علشان اطول الاماكن اللي هي مدهانتش لسه ده شكلها بعد ما نشفت فاكرين كتعة الرخام دي كتعة الرخام دي كانت رفي كامل معي وتقسم نصين استخدمته نصه هستخدمه للفكرة اللي جاية والنص التاني زي ما انتم شايفين كده وبكده عملت القاعدة لمنظم بمنتهى الشياكة وبمنتهى البساطة هستخدمه بقى لدسبنسر المية ولو عايز ان انت تحط كباية كمان تحت كده تقدر تحط كباية وتحط الدسبنسر فوق بالشكل ده ده الشكل النهائي معي منظم تحفا وعملي وشيك جدا وكمان عملناه من يعني من تقليد للدكورات الجاهزة ده تاني جزء معي في القطعة الرخام اللي انا قلتلكو عليها هجيب اللي هو المائي لانه طبعا بينفع لدهان الحاجات الجبس والحاجات الصلبة وهاخد القطعة اللي في الغطة كده علشان ما هتضرش معي لغاية ما تخلص بعد كده هستخدم من العبوة هبتدي ادين حرفها بالشكل ده كده ودي كمان قطعة انا شفتها جاهزة بس كانت على شكل مدور وطبعا حبيت ان انا استفاد منها فعملت القطعة دي كده وطبعا وديتها لبتاع الرخام وهو بيقص طبعا القطعتين وبيشيل حتة المتهدرة منهم خليت وعملي فيها التعريجات اللي انتو شايفين ها دي برضو هتعامل عن طريق الكيس وهلفها بالشكل ده علشان مش عايز المسها خالص ولا آآ ابهد المكان اللي حولها ولا ابهد الادية وممكن كمان تعمل لها قاعدة ممكن تعمل لها قاعدة بآآ باي حاجة مدورة او باي حاجة مستطيلة او بمقابض مثلا من بتاعة الادراج بس انا حبيت ان انا آآ آآ اسبها على حالة كده بس لو انت حابة تعمل لها قاعدة ما فيش مشكلة خالص لو بتشوفي قناتي الاول مرة يريد تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد من القناة وكمان تشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس هنا كده جبت منديل من اللي هو المعطر او المبلل وحبيت ان انا شيل كل الزيادات اللي هي بتاعة الدهان قبل ما تنشف بالشكل ده لان طبعا لو نشفت مش هتطلع معي ده شكلها النهائي معايا اهو شكلها جميل جدا وشكلها رقي قوي ممكن احط عليها مسلا ده آآ ده ده خل التفاح وممكن احط عليها مطحنة ومطحنة الفلفل لبيت كمان بالشكل ده وبكده تكون تالت فكرة او رابع فكرة خلصت معي ده كمان برطمان ممكن احنا نتعرض للموقف ده كتير كان جنب النار كده وساح بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبقى واقف بيتهز كده ما بيثبتش خالص وطبعا شكله مش حلو خالص فانا جبت آآ علبة كده كان جاي فيها سحلب وهشيل منها الجزء اللي تحت ده بالقطر في المرحلة دي هاريت استخدام المقص لان هي طبعا القطر عمل فيها في الوقات كده فاضطريت ان انا آآ اهدر من الطول بتاع العلبة وطبعا مش هنرمي الجزء ده علشان هنحتاجه فكرة تانية ويا ريت العلبة تكون مجوافة شوية من تحت زي ما انت شايفها كده علشان تاخد البرطمان او علشان البرطمان ينزل يسكن فيها كده وما يكونش آآ يعني ايه ما يتهزش معانا بالشكل اللي انتو شايفينه ده بكده نكون عملنا الفكرة الخامسة او السادسة بعد بعد كده فكرة هي تلاتة في واحد اول حاجة ان انت تقدر تستخدمي العبوات بتاعت العصير اللي بتفيد عندك مثلا من رمضان في آآ تخزين البقول وكمان النواشف وكمان تحطي ليبل او استيكر على الحاجات اللي ممكن تتلخبط معاك زي ما حتى خلط خلطة الدجاج المقرمش الحار بالشكل ده تاني فكرة ان انت ممكن توحد شكل الازايز دي ازايز شكلها مختلف معايا عن اللي انا عرضتها في الاول تقدر توحد شكلها بانك انتي آآ تجيب خطة تخيش صغيرة كده وتلف فيها عليها والحاجات اللي عليها دي اللي هي شكل الفواكه كانت عبارة عن آآ من اللي هو بتعلق وللاسف كانت قصر معايا او معادش التثبيت بتاعه آآ جامد فلزقتها بالشكل ده كده كنوع من انواع التزيين عليها والقرص الدوار ده تقدر ان انت كمان تشتريهم بسهولة من محلات الادوات المنزلية وتحطهم في الضلفة بالشكل ده آآ تاني الفكرة اللي بعد كده انا معدتش ععد لان انا بصراحة آآ توطف العدد الفكرة دي انا لما بشتري القطعة دي بشتريها مرة واحدة في القطلة غير وبعد جده بجيب الاكياس العادية الاقتصادية وما برمهاش طبعا العلبة دي خالص وبحط فيها آآ الاكياس بالشكل اللي انتو شايفينه ده ده كيس مجرد ما هيتفتح هحطه بالشكل ده كده فيها بعد كده التخلص من كركبة الاكياس بتاعة التلاجة عندي علبة من علبة المناديل بحطها بالشكل ده وبحط كمية كبيرة لغاية مملأ العلبة معايا بالطريقة اللي انتو شايفينها دي بسحب منها بمنتهى سهولة بتحافز على الاكياس جدا وفي نفس الوقت منظمة لها الفكرة الاخيرة وهي فكرة السلك وطبعا كلنا بنعاني من السلك ده والحاجات اللي بتنزل منه وده الكيس اللي انا استخدمته في الدهان قلبته بالشكل ده كده واستخدمته تاني هبتدي اقص السلك قطع كبيرة وقطع صغيرة على حسب استخدامي يعني لو انا استخدمت قطع كبير الاقي قطع كبيرة ولو استخدمت قطع صغيرة الاقي قطع صغيرة هكمل كل الكمية بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد كده هنشوف النظامه ازاي جبت الجردل ده وما تستغربيش ابدا ان الكمية اللي معنا دي كلها هتتحط في الجردل ده هتقضيها كمان وهتحتاج كمية تانية شايفين زي ما انتم شايفها كده اه تحتاج كمية كمان فعملت كمية تانية وطبعا السلك من النوع اللي بيهيش فانت بيتضغطيه بالشكل ده كده هيحافظ على نظافة المطبخ وفي نفس الوقت ما فيش مش هياخد معاك مساحة كده وبكده نكون وصلنا لآخر آخر فكرة معانا اتمنى طبعا الافكار كلها تعجبكم دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته